أختي لأخت نورة الأولى تقول الوالدين يمنعون البنت أنا ودي أقول قواعد مهمة للآباء و للبنت أولا أيها الآباء أنا أتمنى منكم أن تكون عندكم صبر على التربية وأبناء اليوم حقيقة غير جيل الأمس ليس أنهم يختلفون لكن أبناء اليوم بدأوا يحاورون بدأوا يناقشون بدأوا يجادلون بدأوا يعني بنياتنا في المتوسطى مثلا والثانوية الآن تقول لك ودي المجمع الفلاني غير ذلك من أشياء سياسة المانع قد ما تنفع أو قد تضر أنا الآن سوف أكون محايد بين الطرفين لكن عندما تطلب البنت بعض الحاجات ترى بعض البنيات اليوم عندهم حاجات نفسية أعطيكم واقع أنا عندي بنات و عرف هذا الشيء وأسأل الله أن يصلح بناتي و يصلح بناتكم بعض الأحيان عند البنت حاجة نفسية أن تروح المجمع الفلاني من أجل أنها تروح الكافي شب الفلاني أو تشتري لها شيء فلاني لكي تصوره أمام زميلاتها لكي تعالج النقص اللي عندها طيب قضية بتقول لي أنت الآن أيها الأب و الأم طيب لقاءها مع صديقاتها أنا أتمنى أولا أن يكون عندنا سعة بال لبعض البنيات و الأولاد أن نقول لهم خلونا يا بنتي نشوف صديقاتش أول في البيت يعني خلوا صديقاتها يجون البيت أنت يا الأم تكونين ذكية تربويا تبدين تطالعين صديقات بنتك تطالعين عليهم تراقبينهم عن كثب الأمر الآخر حاولوا تذكركم مساحة قليلة لبعض البنات مع وجود المراقبة و التوجيه يعني تروح البنت مثلا الآن إلى المجمعة و تذهب البنت إلى كذا برفقة أمها برفقة يعني أسرتها و من هذا القبيل لا تترك البنت لي وحدها أنا لا أنصح أن تترك البنت في هذا السن 18-16-20 غيرا لوحدها أنا ما أنصح لذلك ألبتة وتسمح لي بنيتي نورة أنني لا أوافق ذهاب البنت لي وحدها لأن له أضرار كبيرة جدا لا داعي الآن أن أبينها لكن أقول ما أروع أن نلبي بعض الحاجات عن نفسي أنا والله بعض الأحيان أكون مضغوط جدا و عيالي الكبار غير موجودين مثلا أضطر أنني أذهب بأولادي مع أمهم إلى بعض الأماكن هذه من أجلي من أجلي أن أشبع الحوائج النفسية عند الأولاد عند البنات خصوصا البنات فأنا أتمنى أن نكون كأباء فعلا نحسن التعامل لأن هذا قد يقود بعض بناتنا اليوم و يقود بعض أولادنا إلى يعني براكين من الأمور لا داعي لبيانها الآن في نفس الوقت بجلش يمو الخير خلش على الخط في نفس الوقت أن بنيتنا نورة نوصيها أن تطيع والديها و أن تتأدب معهم و تعلم يقينا أن كل منع لخير سوف يكون خيرا لها بإذن الله تعالى و لا تكونين يا نورة كما قال الشاعر ألقاه في اليم مكتوفا و قال له إياك إياك أن تبتل بالماء يعني طلعي و روحي و تعالي و جاي و الحافظ الله لا ما يجوز هذا المؤمن كيس فطن و ربما والديك يدركون بعض المصالح يدركون بعض المفاسد يدركون عليك بعض السلوكيات ربما رأوا أيضا عليك بعض المخالفات أو بعض التصرفات أو ربما بعض الآباء و الأمهات يعني وجد عند بعض بناته بعض أخطاء في الجوال أو أخطاء بعض الصور أو أخطاء في بعض العلاقات فاضطر أن يجعل حدا لهذا الأمر حتى لا تستفحل الأمور أتمنى من بنتي نورة أيضا ألا يؤثرون عليها صديقاتها و زميلاتها فلعل بعض الصديقات أبوها تارك الحبل على الغارب لعل أمها أيضا تارك الحبل على الغارب فلا تجلسين تقارنين لعل يا أختي و يا بنتي الكريمة والدك و والدتك من أحرص الناس عليك من الذين يحبون لك الخير بإذن الله عز وجل أسأل الله أن يرزقك زوجا يسعدك في الدنيا وتفزين معه في الآخر